تطرقنا في الحديث إلى أنه أنا عايز أسأل على مسألة الأفكار التي لازالت مستمرة وإحنا في الفاصل ستاة قلتلي أنه الإخوان هيعملوا إعادة تدوير لمصطلحات لمحاولة إعادة دمجهم جوه المجتمع التاني وهيحاولوا يتلعبوا بالناس من أول وجديد نعم أول حاجة هم هيعملوها حاليا أنه هم بيحاولوا يثبتوا أن من مارس العنف هو فصيل منهم انحرف عن فكر حسن البنة وأن الفصيل ده لجنة أو جماعة حنسميها حسم حنسميها لواء الثورة حنسميها كتائب أي أن كان اسمها كتائب كل دي لجان كانت موجودة وانحرفت بالفكر الصحيح السليم فكر حسن البنة وإحنا فصلناهم واستبعدناهم نظرا لأنهم مارسوا هذه الأعمال العنيفة أو تلوثت أيديهم بالدماء لكن جسد الجماعة ما زلزم هو جماعة دعوية طربوية جميلة جدا سياسية معارضة إلخ ويكذب الكبرى دي أكبر خديعة وأكبر فخ إحنا ممكن يعني ينطلع لين أولا وده رقم واحد كده فكر الإخوان منذ البداية هو من الجين الفكري عند حسن البنة أنه يستخدم العنف ويستخدم السلاح لانتزاع الحكم من الحكومات لصالح جماعتين قولا واحدا قال الكلام ده في مؤتمر الخامس وقال الكلام ده في رسالة التعليم وقال الكلام ده في رسالة الطلاب الكلام ده في سنة 38 وحد 42 وهو ثابت على هذا الأمر والجماعة ثابت عليه ده في تكوين الإخوان مارس حسن البنة العنف وهو اللي أسس النظام الخاص وهو اللي أمده باستلاح وهو اللي عمل يعني في عهد تم قتل خازندار والنقراشي وتفجير فندق الملك جورج التفجير والاعتداء على مجموعات الحزب الوفد في برسعيد بالسلاح حكم در العاصمة تم قتله بقنبلة من مظاهرات الإخوان كل ده في عهد حسن البنة وكلها أضايا معروفة أنكرها في وقتها لكن جاء أصحابها أثبتوها على أنفسهم فيما بعد فهذه الأعمال سابتة ففكر حسن البنة وفكر جماعة الإخوان المسلمين منذ البداية يعتبر العنف أو السلاح وسيلة من وسائلهم للتغيير ونصول الحق قولا واحدا اتنين هذه الجماعات اللي هما بيحاولوا أن هما يتبرقوا منها اللي هي اللجنة أو اللجانة النوعية اللي بيحاولوا يتبرقوا منها حسم والعقاب الثوري والثورة إلخ إمتى تكونت؟ تكونت قبل 36 فلو عايز يقول أنه انحرفت انحرفت إمتى؟ عايزين يقولوا أنها انحرفت مع محمد كمال على اعتبر محمد كمال قتل في اشتباك مع الدولة المصرية فيشيل كل القضية صحنا حنشيل ميت كل القضية ونشيل للناس دي كلها القضية ونخلص علشان جسد الجماعة يفضل سليم ده بالنسبة لهم ويعتبروا نفسهم معارضة معارضة في الخارج ويعتبروا نفسهم جماعة كان لها موقف واختلفوا سياسيا تعاني نتكلم سياسيا لذلك هم حارسين كل الحرص على أنه كلهم مقعد شبه مقعد حضرك استخدمت لفظ ربع راجل لا هو عايز حتى واحد مش تابعه بس يقول كلامه داخل الحوار الوطني علشان يبقى له يعني ايه قدم قدم بس في الحوار علشان يقول أنا جماعة معارضة أو أنا تكوين معارض أو أنا هيئة معارضة أرجوك تتعامله معايا كمعارض وبعدين نعيد تاني دورة حياة الإخوان وعن طريق وسطاء أو شركاء أو أجراء بألسنة مختلفة قد يعني يظنوا البعض أنه هم مش إخوان مسلمين حيرواجوا لضرورة دمج الإخوان مرة أخرى في المجتمع لأنه مش معقول جدا يبقى عندنا فصيل معارض وقاعد برة ونفسه يمارس السياسة داخل الوطن وإحنا عملين نتكلم عن حوارة رطة أنه ممكن هم موجودين فبالتالي هؤلاء المدفوع لهم أو الموظفين أو المستأجرين لتدوير هذه الكلمات أو بثها في أوساط المثاقفين والمهتمين بقضايا الوطن الغرب منه كله إعادة تدوير الجماعة مرة أخرى أو إعادتها بالتدريج بشكل متددج داخل المجتمع دي نقطة وتبقى كل التهم معلقة على هذه الجماعات اللي هم هيقولوا أنه احنا فصلناها لكن في النهاية مهما عملنا هذه الجماعات هي الثمر النهائية لفكرة حسن البنة بل داعش هي الثمر النهائية الحقيقية لفكرة حسن البنة حسن البنة في رسالة نحو النور بيطالب الملك أنه هو جماعته تكون هي الأمر المعروف في النهاية المنكر اللي تمارس الرقابة على الإزاع والتلفزيون ما كانش في تلفزيون كان وقتها الإزاع والأغاني والمؤلفات والمطبوعات والسينما والروايات ويطالب بفرض الحجاب على المدرسات والممرضات ومن في حكمهم ويطالبه بخطوة متدرجة لإجبار الرجال على زي موحد الكلام ده مش في الهوى اللي مش بيصدق كلامي يعني يبحث كده في النت رسالة نحو النور حسن البنة سنة 36 وهو بيخاطب الملك الشاب الجديد دي أفكار موجودة طيب يمكن 36 هم تخلوا عنها ما تخلوش عنها ما تخلوش عنها إلى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة لم يراجع أحد أفكار حسن البنة ولم يقل أن هذه الأفكار قد تم تجاوزها النظام الخاص الأساس هو حسن البنة قسم الوحدات المختلفة يعني غير النظام الخاص كان بينهم صراعات ده صلاح شادي وده عبد الرحمن السندي برضو الأساس هو حسن البنة السلاح حسن البنة المحولة بل النجاح في اغتيال الإمام يحيح حميد دين وقامت ثورة عليه كان حسن البنة وهو اللي بعت عبد الحكيم عبد الدين وبعض أتباعه أنه هم يبقوا في السلطة فهذه هي أفكار الإخوان وهذه هي تصرفاتهم وهذه هي عودتهم أحذر نفسي وأحذر الآخرين وأحذر الكل من عودة الإخوان مرة أخرى تحت أي مسمى تحت أي شكل تحت أي صورة تحت أي فكرة حتى لو كانت شكلها براق لكن حقيقتها مرة تحت أي شكلين من عودتهم